اهلا بكم معنا في حلقة جديدة من البيت الكبير البيت الكبير بيلم العيلة كل سبت الساعة 4 زي ما احنا متعودين بنتكلم معاكو عن الصحة والجمال الثقافة والفن الرياضة الاطفال كل ما يخص البيت هتلاقوه معنا النهاردة هنتكلم عن الفرق بين البروتينات والفرد على الحار او بالحرارة والفرد البارد وايه ميزات كل حاجة وايه اضرارها وفي الفقرة التانية هيكون معنا دكتور عمر علاء اخصاء العلاج الطبيعي واصابات الملاعب هيكلمنا عن الطب التقويمي او الاستيوبسي انتظرونا بعد الفاصل هنكون معاكم اهلا بكم مرة تانية معنا في البيت الكبير بعد اول حلقة من برنامج البيت الكبير وكان معنا瘾 اضيفتنا استاذ الناشوال غريب وكننا بنتكلم عن البروتين وفايد البروتين جلنا اسئلة كتيرة قوي واستفسارات عن عيوب وعن ميزات البروتينات والفرد بشكل عام النهاردة انا هتكلم معاكو بشكل انفرادي بدون ضيوف عن البروتينات وعن الفرد وعن طرق الفرد احنا من اول الكرياتين واحنا جايين كده معانا كرياتين بروتين فيلر بوتوكس وغيره 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 كلها مسميات لطريقة واحدة طالما اننا بنستخدم مكوة او فير للشعر فهي مجرد اجيال جديدة لكن كله بيستخدم الحرارة فالفروق الموجودة ما بين البروتينات او احنا بنسميها بروتينات او الاسم الدارج لها بروتينات لكن هو الدارج او الاسم الفعلي بتاعها هي منتجات فرد الشعر في منتجات فرد كيميائية احنا ممكن دي سهل ان احنا نستخدمها ودي اضرارها كبيرة جدا ودي موجودة في الصيدليات وبتتباع في المحلات عادي خالص لكن المنتجات الفرد اللي هي الكرياتين والبروتينات وانواعها دي بتحتاج متخصصين يشتغلوا عليها منتجات الفرد بالحرارة دي ليها ميزات ممكن نقولها ببساطة وبسرعة ان احنا يعني ميزاتها الاساسية ان هي لو الشعر مجاعد اوي والشعر افريقي بتدينا نتيجة سريعة تمام الفرد بالحرارة بيدي نتيجة سريعة بيدي نتيجة بتقدر تقعد معنا فترة طويلة مع عناية كويسة مع استخدام منتجات ما بعد الفرد بشكل كويس بنستخدم مجموعات ومنتجات موسوقة مؤمنة مرخصة معلوف مصدرها ايه بيدي يقعد معنا الفرد بالحرارة او البروتينات لمدة سنة تقريبا لو احنا حفظنا وفيه عناية كويسة بالشعر طيب ايه الفرق بين البوتوكس والفيلر والبروتين وفيه حاجة اسمها كولاجين دي اولا اول مرة اسمع عنها ما فيش حاجة اسمها كولاجين للشعر لكن فيه مسميات اسمها فيلر حراري بروتين بوتوكس وفيه حاجة اسمها ترمين الفروق دي مش اكتر من احماض قوة الاحماض جوه المنتج القوة بتاعة الحمض مع المتخصصة ومع طبيعة الشعر هي اللي بتدينا نتيجة نقدر نقول ده مناسب للشعر ده ولا لا ما فيش منتج بيدي نتيجة 100% ما فيش منتج ساحر اللي يقول لحضرتك واللي يقول لك ان فيه منتج يقدر يديك 100% لكل انواع الشعور او بيستخدم لكل انواع الشعور فده ضرب من الخيال مجرد تسويق ومجرد دعاية ما فيش حاجة اسمها كولاجين للشعر ده برضو ضرب من الخيال لكن فيه منتجات فرد فيها احماض فيها بروتينات فيها مواد بتحافظ على الشعرة لكن ما فيش منتج واحد يديك نتيجة أو يناسب كل أنواع الشعور ما فيش منتج بيشتغل بالحرارة العالية وبسرعة ولأ نجاح المنتج في إيد متخصصة فهمة طالما المتخصصة مستوعبة هي بتعمل إيه؟ أيا كان المنتج حتى لو منتج 50% كفاءة هتطلع منه نتيجة كويسة فبلاش إن احنا ننصاق وراء كلام يتقال إن فيه منتج المنتج ده منتج بيعمل كل حاجة الكمال لله واحده ما فيش منتج بيعمل كل حاجة ما فيش منتج فرد بيعالج تساقط ما فيش حاجة اسمها بروتين علاجي يعني إيه بروتين علاجي؟ البروتين بيعمل فرد للشعرة عن طريق تكسير الروابط والمحافظة عليها وتغلفها لأطور وقت ممكن وزي ما قلنا مع العناية الكويسة جدا بعد الفرد طيب هو كل الفرد اللي موجود فرد حراري؟ يعني كل عشان أوصل لنتيجة أوصل لنتيجة بيها فرد حراري؟ لا إحنا ممكن حضراتكم بنستخدم حاجة اسمها أو التكنيك التاني من الشغل النوهيت النوهيت هو المقابل للفرد الحراري تمام؟ هيت ونوهيت حرارة وبدون حرارة فرد بحرارة وفرد بدون حرارة فرد بالحرارة هو البروتينات وعالتها أيا كانت المسميات إيه؟ وبيستشتغل عن طريق أحماض الأمينية وده الأساس فيها وأحماض تكسير الروابط وتغليف الشعرة للمحافظة عليها طب هو إيه بقى النوهيت؟ النوهيت ده يعتبر أكتر أمان وسلامة لاستخدامك في البيت استخدامك في كوافير في بيوتي سنتر ملوش أي أضرار جانبية خلص إحنا في حاجات إحنا بنعملها يعني بطبيعة الحال بطبيعة الحال في حاجات إحنا بنعملها في البيت ده نوهيت زي إن حرارتك بتلف الشعر في دايرة أو في صور الدوامة تمام؟ وبتخطي عليها كاب بتشدي شوية ده نوهيت إن إحنا نعمله ديل حصان ونربط عليه التوكا أو الأستيك ونقسم الشعر أو نقسم ديل الحصان على 2 أو 3 ده فرد بدون حرارة في حاجات إحنا ممكن نعملها التنشيط لما نشف الشعر شوية بنسبة 50% أو 100% أفضل أمشط الشعر ده نوهيت في حاجة تانية من النوهيت الفيلر الفيلر بقى ده يعني ده الفيلر اللي حنا نعرفه وده الفيلر الأساسي الفيلر نعين الفيلر بالحق وده بيدي نتيجة سريعة ولكنه مكلف جدا تمام؟ وده بيتحقن ممكن الفيلر للحق علشان السبغة ويتحقن علشان النمو ويتحقن علشان التساقط ويتحقن علشان الإطالة طيب الفيلر ده تكلفته كبيرة احنا مش هنقدر عليه لأنه بياخد كمان عدد جلسات يعني كتير وكبير وممكن توصل لوقت طويل في حاجة تانية اسمها الفيلر أو الفرد على البارد ده حاجات معروفة أمبول معروف في السوق حجمه من 10 إلى 15 ميلي بيتضاف للمية ونبتدي يتحط على الشعر ويتساب ساعة تمام؟ وبعد كده نشطفه بس بدون شامبو بدون أي حاجة تانية ظهر قريب جدا جيل تاني من الفيلر ده وبدل ما هو أمبول واحد فهو أمبولين وبصراحة أنا عجبني جدا بعد التجربة وكانت حاجة جديدة بالنسبة لي وأنا شفتها قريب فحبيت كمان أن أنا أتكلم عنها وأن أنا أوجه يعني شكر لصحاب المنتج ده سواء المستوردين ليه أو الموزعين ليه لأنه بسهل حاجات كتيرة جدا ووده مساحة لأي حد أنه ممكن يستخدمه حتى ولو في البيت المنتج ده اسمه كروس فاست كروس فاست هو اتنين أمبول أمبول واحد وأمبول اتنين هستأذنكم هنفتح العلبة ونشوف الأمبولين ده الأمبول الأول وده بيتاخد منه خمسة ميلي على خمسة وعشرين ميلي خمسة وعشرين ميلي تقريبا نص العبوة دي في إزازة وبيتقلب كويس بيعمل شكل كريمي بعد ما بنحطه على شعرنا بس يكون الشعر مغسول ومتجفف بالنسبة 50% أو بيكون رطب بمعنى أصح دي نحطه ونسيبه على شعرنا لمدة ساعة بعد الساعة دي بنغسله و أو بنشطفه بمعنى أصح برضه عشان مع كلمة الغسيل دي ممكن الناس تفهمها إن احنا بنستخدم شامبو أو أي حاجة لأ احنا ما بنستخدمش أي شامبو ما بنستخدمش معاه أي حاجة تانية هو ده بس طيب هو من أول مرة هيديني نتيجة لا ده بيعتبر كرسي علاجي بيعتبر فرد بيدينا نسبة فرد طبيعية جدا ما بيأثرش على الشعر تماما مفيد جدا للشعر المسبوغ مفيد جدا للشعر قبل السبغة لأنه بيحافظ عليه من السبغة بيحافظ على الشعر بعد كده من عوامل الجو بيدي للشعر كسافة بيدي للشعر نوع من أنواع اللمعان وبيرجع لحيوية الشعر الشعر مش بس مشاكله مع السن الشيب والتأصيف والتساقط الشكل الشعر كمان بيتغير احنا مع المنتج ده ومع تجربته فعليا هو بيعالج التساقط تماما بيرجع للشعر حيويته بيحافظ على طبيعة الشعر ما بيديش للشعر شكل فيك أو شكل صناعي فرد صناعي لا شعرك بيبقى طبيعي جدا شكله طبيعي جدا احساسك بيكون شعر فيه روح فيه حيوية فيه نشاط لو جينا نقول المنتج ده ايه أساسياته أو ايه المكونات بتاعته هنقول انه هو فيه خمس حاجات أساسية مفيدة ولازم تكون موجودة في اي منتج نقدر نتكلم عليه عشان نتكلم على منتج بيدي ميزة للشعر فلازم يكون معايا فيه بروتينات لازم يكون معايا فيه بروتين الحرير عشان الشعر يبقى ناعم واملس لازم يكون معايا فيه صوية عشان البريق والنعومة والطراوة لازم يكون معايا فيه بروتين الأمح عشان أقدر أحافظ عليه من العوامل الخارجية هما دول كلهم بيبقوا موجودين معانا تحت بند البروتين أو البروتينات المفيدة للشعر اللي بتدخل تغذي الشعر أو مش بتغذي الشعر بتملى الفروق والفراغات اللي موجودة في الشعر فبتديها نوع من أنواع الحيوية معانا مادة السيرامايد السيرامايد دي حاجة مهمة جدا علشان الشعر وطبيعته وروزقه لأن هي تعتبر جزء أساسي ومكون أساسي منه كونات الشعر الخارجي فقدان السيرامايد هو اللي بيسبب التساقط هو اللي بيسبب التلف الشعر هو اللي بيسبب تكسير الشعر إن الشعر ميبقى لاش حماية خارجية لغلاف الخارجي بيبقى ضعيف فبالتالي سهل قوي إن الشعر تتكسر سهل قوي إن الشعر تتقصف سهل إن أنا أي عوامل بتعرض لها خارجية وعوامل الجو تأثر في الشعر طيب وجود السيرمايد بيحمي الشعر من أي عوامل خارجية بيحمي الشعر لو أنا نزلت حمام سباحة لو أنا في مطرة في الجو اللي إحنا فيه الشعر مطر ما بيأثرش معايا خالص بيحافظ على توازن الشعر وبيحافظ كمان على دون الشعر لو لون الشعر طبيعي ما بتأثرش معاها أو ما بتأثرش بأي عوامل خارجية بتحمي الشعر من المواد الكيميائية بتحمي الشعر من السبغات ولذلك إحنا قلنا إنه مفيد جدا قبل السبغة أو بعد السبغة بينصح بي إنه هو يستخدم قبل السبغة علشان بعد كده الشعر ما يبقاش يبقى فيه هلاك أو ضعف أو تكسير وتأصيف سريع بسبب السبغات طبعا السبغة عموما بتكون مواد كيميائية وخصوصا السبغات اللي فيها أكسوجين وأمونيا بننصح فعليا إن المنتج ده بعد تجربته يستخدموه طيب هو بس كده السرمايد ده بيعمل الوظيفة اللي احنا قلناها لأ بس لا هو كمان بيعمل تعزيز وقوة لبصيرات الشعر بيقوي كمان الشعر نفسها من الجزور بيدي حماية للشعر من الجزور مع الفرد الطبيعي ونسبة الفرد الطبيعي اللي بتحصل من وجود السرمايد بيبقى الشعر زي لو شعر كيرلي فهيكون كيرلي مع نسبة فرد بشكل مطيف بشكل حلو بشكل جمالي مش الفرد الشعور المفروضة أو الشعور الليس قوي اللي احنا ما بتبقاش كمان ماشية مع أشكالنا يعني احنا طبيعة شعورنا أو طبيعة الجونا الشعور ما بتبقاش ليس قوي لكن لما بيكون الشعر طبيعي بيكون مظهره أقوى وأجمل وأشيك طيب احنا زي ما قلنا هو الاستخدام مرة واحدة لا المنتج ده مش استخدام مرة واحدة المنتج ده كرس العلبة زي ما احنا شايفين فيها ثلاث عبوات كل عبوة ده منتج واحد أو ده الصنف واحد ده اتنين نص العبوة دي مع سوري خمسة ملي من العبوة دي اللي هي تقريبا نصها لأن العبوة خمسة ملي مع خمسة وعشرين ملي من العبوة وبرضه هو تقريبا نص العبوة لأن هي خمسة وعشرين ملي تمام تقريبا القرس ده بيعمل ست مرات يستخدم مرة كل أسبوع كل عشر أيام هيبقى مفيد جدا بدون اي اضرار تماما مالوش اي اضرار مالوش محدش هيقولك انا اصلا انا حصل لي اشرة طب انا حصل لي تساقط طب انا حصل ضعف للشعر عندي انا حصل ان انا شعري اتكسر بس برضو ما نقدرش نقول ان هو هيعجب 100% من الناس تمام ده ممكن ما يمشيش مع شعر من الشعور ومش مطالب اي منتج ايا كان زي ما قلت في البروتينات مفيش منتج بيناسب كل الشعور كاي منتج عموما مش مطالب ان انا احقق 100% لكن مطالب ان انا لما يكون موجود معاك ويتشتغل معاك بشكل كويس يديك نتيجة كويسة جدا ويناسب اغلب والنسبة كبيرة جدا من الناس طبعا هتختلف النسب ما بين او الكورس استخدام الكورس ما بين شخص للتاني تمام ممكن حد بعد اول مرة وده غالبا هتلاحظ ان التساقط التأصيف راح هتحس ان شعرك بيتنفس زي ما فعليا اللي جربوا قالولي الكلمة دي قالولي احنا حسينا ان الشعر بيتنفس احنا حسينا ان الشعر بقى حيوي او بقى طبيعي هتلاقي ان انت او حضرتك لو بنتي بتستخدميه من اول مرة هتلاحظي ان التساقط بيقف بس ما بيقفش بالنسبة 100% هتلاقي مع الاستخدام ان فيه تطور ان فيه كل مرة شعرك حيويته بتزيد ان كل مرة سماكة الشعر بتزيد المحافظة على استخدامه بتفرق جدا في قوة الشعر وحيويته ونظرته احنا فعليا المنتج ده الناس اللي جربوه وانا حبيت اتكلم عنه فعلا لانه يستاهل ان احنا نتكلم عنه هو جواخد مبدأ النوهيت الطبيعة ان انت بتستخدم حاجة اغلبها او ما فيهاش نسبة منتج كيميائي او مواد كيميائية ضرة بدون اي اضرار جانبية تمام يمكن بس عشان يكون فيه امانة كاملة في عرض الصورة بعض الناس اللي عندهم فرطة حساسية حساسية زيادة قوي ممكن لما يستخدموا البشرة او الفروة الراس يكون فيها احمرار بسيط الاحمرار ده مش هيستمر وقت طويل هي يخلق يعني هيروح يعني على طول ولكن هو عرض مش قوي الاعراض اللي احنا بنتكلم عليها او الاضرار اللي احنا بنتكلم عليها لما نيجي نقول هل ده ليه عرض جانيبي ولا لا التساقط التأصيف التكسير هو بالعكس هو بيعالج الحاجات دي البروتينات الموجودة فيه مفيدة جدا السيرامايد مفيد جدا الاحماض الامنية كمان هي بتساعد على الفرد بتساعد على الفرد بتساعد على تقوية الشعر الاحماض الامنية لها فوايد كتيرة جدا والبروتينات ليها فوايد كتيرة جدا ممكن نتكلم عنها في وقت تاني وفي مساحة تانية بعد اذنكم ان احنا نفرد الموضوع شوية للبروتينات والشعر وطريقة الشعر وازاي ان احنا نخدم شعرنا في بيوتنا بشكل كويس ازاي ان احنا نساعد نفسنا بدون تكاليف كبيرة نشكركم اتمنى ان انا اكون افتتكم في الدقاي اللي انا كنت موجود معاكم فيها تابعونا بعد الفاصل